قالت مصادر ديبلوماسية إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاصة لسوريا ستيفن ديمستورا سيقدم الثلاثاء القادم أمام مجلس الأمن عرضا عن المباحثات التي أجرها في دمشق وواشنطن وموسكو حول الأزمة السورية وكان ديمستورا قد التقى بأطراف فاعلة من أطراف الفاعلة الرئيسية في الأزمة السورية وذلك قبل جولة مباحثات جديدة في فيينا تجمع كلا من إيران وروسيا والسعودية والولايات المتحدة وكان المشاركون في الجماعة فيينا الأخيرة قد دعوا الأمم المتحدة إلى جمع المعارضة والحكومة السوريتين للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية انتقال سياسي تؤدي إلى صياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات رئاسية